وجب الطعام تناولها جميع الناجوم من الأزمة القلبية بحسب اعترافهم تعرف عليها قالت بسائل إعلام متخصصة نقلا عن ناجوم من الأزمة القلبية أنهم تناولوا الوجبة نفسها قبل ساعات من تعرضهم للحالة المرضية المميزة مما دفع الخبراء من جديد للتحزين من الإفراط في تناول الطعام وفقا لموقع اكسي بريس فإن الخبراء أكدوا أن الوجبات السقيلة ترهق القلب ويمكن أن تزيد من خطورة الإصابة بنوبة قلبية استوصلت دراسة سابقة إلى أن عدد النوبات القلبية يميل الارتفاع مع اقتراب عيد الميلاد ورأى خبراء أن السبب في ذلك جزئيا يعود إلى التقس البارد وانخفاض مارست الرياضة والضغط العاطفي وكلها معروفة بأنها تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية إلا أن الخبراء أكدوا أيضا أن الإفراط في تناول الطعام من المحتمل أن يكون عاملا أيضا وخاصة بعد ننتهج إحدى الدراسات التي كشفت أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات سقيلة بشكل غير عادي هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أربع مرات في غضون ساعتين من تناول الطعام وخلال الدراسة أسأل الأطباء في نيو والينيرز 1986 المصابين باحتشاء عضلة القلب عن الوجبات التي تناولوها قبل محنتهم ومن بين هؤلاء اعترف 158 بتناول وجبة سقيلة في غضون 26 ساعة التي سبقت النوبة قبل البية وخمسة معشرون منهم تناولوا الوجبة كبيرة قبل ساعتين من النوبة ومؤخرا قرى الدكتور إلسون زينكي أن الوجبات الدهنية ترهق القلب بشكل خاص فهي تساهم في ارتفاع مستويات الكولستلور في الدم كما في ذلك الوجبات الدسمة بشكل غير العادي تزيد من قطر الإصابة بنوبة قلبية وربما بسبب تغيرات في تدفق الدم وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم بعد تناول الطعام وأضافت إذا كنت نعاني من أمراض القلب فاخذ من الأطعمة التي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون والكربوهيدرات وابتعد عن النسبة العالية من الدهون ولاسية مع وجبة كبيرة أو عند تناول الطعام في الخارج كما أشارت إلى أن انتفاخ المائزة يمكن أن تسبب في تسارع ضربات القلب وعدم انتظامه ويعرف هذا التغيير في نظام عمل القلب المعروف باسم عدم انتظام ضربات القلب بالنوبة القلبية أو القصور في عمل القلب وبدورها قالت إخصائية أمراض القلب شاست مالك في الأشخاص الذين يعانون بالفعل من سداد في الشرعيين أي تحويل للدم بعيدا عن القلب يمكن أن يؤدي إلى ذبحة صدرية أو الألم في الصدر وبهذا الخصوص توضح مؤسسة القلب البريطانية أن العلامات التي تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية تشمل عدم الراحة في صدرك الذي يحدث فجأة ولا يختفي ومن أعراض إصابتك بالذبحة الصدرية تشمل أيضا شعور بالألم الذي ينتشر أسفل الزراعين أو إلى الرقبة أو فكك أو ظهرك أو معدتك وقد تشعر أيضا بالغسيان والتعرق والضيق في التنفس جميع هذه الأعراض تدل على الإصابة بالذبحة الصدرية فننصح جميع مرضى القلب بالابتعاد عن الوجبات الدهنية الثقيلة وخاصة في هذا الوقت